العبشمية القراشية الكنانية أبوها عتبة بن ربيع سيد من سادات قريش وبني كنانة عرف بحكمته وسداد رأيه وهي إحدى نساء العرب التي كانت لهن شهرة عالية قبل الإسلام وبعده زوجة أبي سفيان بن حرب وأم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وكانت امرأة لها نفس وأنفة ورأي وعقل شهدت أحدا مع المشركين ولم تكن أسلمت بعد ومثلت بحمز بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من النسوة الأربع اللواتي أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهن يوم فتح مكة ولكنه عفى وصفح عنها حينما جاءته مسلمة تائبة حيث أسلمت يوم فتح مكة بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي وكان الفاكه من فتيان قريش فاتهمها بالفاحشة خطأ فطلقها فأخبرت هند أباها أنه كاذب عليها فحاكمه أبوها عتبة بن ربيعة إلى بعض كهان اليمن فبرأها مما رماها به زوجها وبشرها بأنها ستلد ملكا يقال له معاوية فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها فنثرت يدها من يده وقالت له إليك عني والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة والله لا أحرصن أن يكون هذا الملك من غيرك فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه بمعاوية لما التقى الناس في غزوة أحد ودنى بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها وأخذنا الدفوف يضربنا بها خلف الرجال ويحرضنا على القتال فقالت هند فيما تقول إن تقبلوا نعانق ونفرشوا النمارق أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق وفي يوم أحد جعلت هند بنت عتبة النساء معها يجدعن أنوف المسلمين ويبقرن بطونهم ويقطعن الآذان إلا حنظلة فإن أباه كان من المشركين وبقرت هند عن بطن حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه وبكري أسلمت هند بنت عتبة رضي الله عنها يوم الفتح وحسن إسلامها فلما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وقال في البيعة ولا يسرقن ولا يزنين قالت هند رضي الله عنها وهل تزن الحرة وتسرق فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا وشكت إلى رسول الله زوجها أبا سفيان أنه شحيح لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها فقال لها رسول الله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك ولما أسلمت هند رضي الله عنها جعلت تضرب صنما لها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة وتقول كنا معك في غرور يقول عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده وكان رسول الله أمر بقتل هند بنت عتبة لما فعلت بحمزة ولما كانت تؤذي رسول الله بمكة فجاءت إليه النساء متخفية فأسلمت وكسرت كل صنم في بيتها وقالت لقد كنا منكم في غرور وأهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جديين واعتذرت من قلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فكثرت فكانت تهب وتقول هذا من بركة رسول الله فالحمد لله الذي هدانا للإسلام تقول السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبو العاص مكة قال لي تجهزي فالحقي بأبيك فخرجت أتجهز فلقيتني هند بنت عتبة فقالت يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك فقلت لها ما أردت ذلك فقالت أي بنت عم لا تفعلي إن امرأة موسرة وعندي سلع من حاجتك فإن أردت سلعة باعتكها أو قرضا من نفقة أقردتك فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال قالت فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل فخفتها فكتمتها وقلت ما أريد ذلك قالت هند بنت عتبة تفتخر بقتل حمزة وغيره ممن أصيب من المسلمين إذ علت على صخرة مشرفة فنادت بأعلى صوتها نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبر أبي وعمي وشقيق بكري شفيت وحشي غليل صدري شفيت نفسي وقضيت نذري وأجابتها هند بنت أثاثة بن المطلب فقالت خزيت في بدر وغير بدري يا بنت وقاع عظيم الكفري صبحك الله غداة الفجري بالهاشميين الطوال الزهري بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعلي صقري خرج أبو سفيان حتى إذا دخل مكة صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت اقتلوا الحميدة الدسم الأحمس فقال أبو سفيان لا يغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا قبحك الله وما تغني دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد قال معاوية بن أبي سفيان لما كان عام الحديبية وصدت قريش رسول الله عن البيت ودافعوه بالراح وكتبوا بينهم القضية وقع الإسلام في قلبي فذكرت ذلك لأمي هند بنت عتبة فقالت إياك أن تخالف أباك وأن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت وكان أبي يومئذ غائبا في سوق حباشة جاء عمر بن الخطاب إلى أبي سفيان فإذا هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأته تهيئ أهبة لها في المدينة فقال أين أبو سفيان فقالت هند رضي الله عنها ها هو ذا وكان في ناحية من البيت فقالت احتسبا واصبرا فقال من يا أمير المؤمنين قال يزيد بن أبي سفيان فقال من استعملت على عمله قال معاوية بن أبي سفيان قال وصلتك رحم وإنا لله وإنا إليه راجعون شهدت اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة والد أبا بكر الصديق في سنة أربع عشرة